انا سهلا بكم عزيزيز المشاهدين في الجزء الرابع من أسباب فشل المشاريع الناشعة والصغيرة ولو نحكي عن سبب مهم جدا وكثير من الشركات تأثرت وتضررت بل وفشلت من هذا السبب وإهماله وهو عدم تقليل مصاريف التشغيلية أو نفاقاتها أو مصرفتها الإدارية وكثير من الشركات ترتكب لحماقات خصوصا في بداية تأسيسها أنه هي بتخصص موزنات كبيرة من أجل المصرفات أو نفقات تشغيلية أو تغطي مصاريفها بشكل عام هذا الكلام يا جماعة ما بجوز خصوصا في بداية التشغيل حتى لو أنت نجحت كمشروع وأنه أنت أساس شركة لازم دائما تحافظ على أن مصاريفك ونفقات تشغيلية تكون أقل ما يمكن أو حسب الحاجة أو حسب الضرورة وما يعني تعظم هذه المصاريف حاول قدر أنك ترشد وتقلل من هذه النفقات لأن هذا ممكن أن يكون سبب كبير في زيادة أرباحك وفي تعظيم هذه الأرباح في إعادة استثمارها وتكبير البزنس الخاص بك وبالتالي تعظيم القيمة السوقية لهذه الشركة فهذا ننظر بيخلي بالك من هذه المصاريف واشترك في قناتي طبعا